على عكس ما يظهرون من قوة تحالفهم المكون لحكومة السوداني تختلف المصالح فيما بين الأحزاب والقوى السياسية والميليشيات المشاركة في حكم العراق منافسة شريسة وصراع محتدم بين الشركاء بشأن تقاسم المكاسب المالية من المشروعات الكبرى صراع بدت معه تحالفات السلطة هشة بحسب تقرير لمعهد الشرق الأوسط للدراسات ومقره واشنطن والذي أكد تجلي التناقض بين ثروات بلاد وفقر سكانها وحيث يتنافس اللاعبون المحليون السياسيون وغير الحكوميين على الموارد الاقتصادية خدمة لشبكة المحسوبيات واللاعبين الإقليميين وبينما دعت الميليشيات المولية لإيران الشركات الصينية للفوز بالمشاريع في العراق ومنها مشروع الفاول كبير وفقا لعمولات ورشاوة تستحصلها تلك الميليشيات استطاعت شركة كورية الفوز بالمشروع ما دفع الأحزاب والميليشيات المولية لإيران إلى حجد أنصارها في احتجاجات على ما جرى زعيمة أن إبعاد الصين عن المشروع سيحرم العراق من المشاركة في مبادرة الحزام ومشروع طريق الحرير الصينية برغم أن المشروع الصيني لا يمر أساسا في العراق أحدة الصراع الجاري بين شركاء الحكم يكشف عن سياسة مثيرة للجدل تنتهجها حكومة السوداني في إشراك الشركاء الصينيين وغيرهم كما يكشف عن استهداف الشركات والموظفين الصينيين وتعرضهم للابتزاز لتحقيق مكاسب لجهات حزبية وميليشيوية متنفذة هو بيع للوهم إذن من أجل نهب المزيد من ثروات العراق على حساب وطن تتصاعد نسبة الفقر بين سكانه يوما بعد يوم وعندما يتعلق الأمر بنهب ثروات البلاد فلا تحالف بين شركاء العملية السياسية يصمد أمام أطماع كل طرف في الحصول على أكبر جزء ممكن من الكعكة المنهوبة أصلا